تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى جموع المسلمين حول العالم بمناسبة العام الهجري الجديد وأكد شيخ الأزهر أن الهجرة النبوية الشريفة كانت بأمر إلهي وجاءت بحدث فارق غير مجرى التاريخ الإنساني وقامت عليه دولة الإسلام بعد أن فرقت الهجرة النبوية بين الحق والباطل وأرست مبادئ التوكل على الله مع وجوب الأخذي بالأسباب ودعا شيخ الأزهر جموع المسلمين إلى التدبر العميق في دروس الهجرة النبوية وفي مراحلها الزاخرة بالأحداث والمواقف والعبر والتأسي برسولنا الكريم محمد في أقواله وأفعاله وأحواله وفي نصرة الدين الحنيف بالعبادة وحسن العمل والإتقان وحب الأوطان ترجمة نانسي قنقر